سودانيون يهربون من منازلهم وأصوات سراخات استغاثة تعلو أصوات الرصاص فمع دخول القتال يومه السابع يتفاقب مشهد أزمة الكهرباء والمياه والغذاء في الخرطوم ومناطق سودانية أخرى بالإضافة إلى نقص شديد في الأدوية والكوادر الطبية مما دفع المنظمات الدولية لمناشدة الجيش السوداني وقوة الدعم السريع لاحترام القانون الإنساني الدولي وعدم استهداف المرافق الصحية والمدنية وحث الطرفين على إلقاء السلاح ووقف العنف والدخول في حوار من أجل استعادة السلام في السودان فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع جديد في إعداد القتلى والجرحة وأضافت أن القتال العنيف عرق لتقديم الدعم الإنساني وأدى إلى تضرر عشرات المستشفيات وخروجها عن الخدمة مما دفعهم لمحاولة تقديم المساعدة عبر الهاتف من خلال تقديم نصائح طبية وإرشادات صحية